السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الأول الإعداد إن شاء الله متابعينهم كاملين مع بعض منهج اللغة الإنجليزية اللي عام الدراسي الجديد 2023 بإذن الله يتم شرح المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة كتاب جيم وكتاب بايبات وكتاب المعاصر الفيديوهات موجودة على القناة في قائمة للصف الأول الإعداد اللي عام الدراسي الجديد 2023 إن شاء الله هناخد مع بعض النهاردة من الوحدة الخامسة هناخد اختبار بتاعنا على الوحدة والحلم مع بعض صفحات الكتاب كتاب بايبات صفحة 231 و232 و233 ونبدأ بصفحة 231 بزء الأول خاص بلسنينج الاستماع لإجابة الصحيحة من الاختيارات اللي عندنا يكون جايب له نص ازتماع في نهاية الكتاب لسنتم يسمعوني أن هكراه وركزوا فيه ويكون سؤال سهل جدا بيعتمد على الاستماع الجيد وحفظه وفهم الكلمات بشكل صحيح الفقرة هنا بتقول إيه رامي ويند تو أليكزاندريا رامي ذهب إلى الأسكندرية تمام طبعا الفقرة سهلة جدا جدا جب لي بقي هنا الأسئلة اللي عليها أول سؤال بيقول لي هنا إيه بيقول لي هنا إيه رامي ويند تو رامي ذهب إلى رامي ذهب إلى إيه طبعا هو رامي ذهب إلى أليكزاندريا ذهب إلى القاهرة طبعا جيب لي هنا اختيارات بيقول لي كايرو القاهرة جيزة الجيزة أسوان أسوان طبعا ذهب إلى رامي ذهب إلى أليكزاندريا الأسكندرية رقم اثنين هي نقطة عمل ايه في البحر طبعا هو بيسبح في البحر لعبها سوام سباحة ايت اكل اسليبتنا ما سوام هو سوام يعني سباح في البحر هي سوام ان ذا سي رقم ثلاثة لعب على ايه لعب على البحر الحديقة الخاصة بتاعت المنزل بيتش الشاطئ هوس المنزل لعب على الشاطئ هو لعبها على الشاطئ رقم اربعة هو اقام في منزل هوتل في فندق هو اقام في يعني فندق جايب لي بعد كده الجزء الخاص بي الحوار نتمل الحوار مع بعض بيقول لي هنا طبعا لازم اول حاجة يقول لي هنا الحوار التالي اول سطر بيكون عندي مهم جدا ليه لان انا بعرف الحوار بيدور ما بين مين ومين يبقى رامي رحمة رامي ورحمة الحوار ما بين رامي ورحمة طبعا ايه بقى ار توكينج اباوت اذا حدثونا عن رامي's last holiday اخر اجازة ايه لرامي او الاجازة الماضية لرامي هنا رامي بيقول ايه انا رحت الاسكندرية الاسبوع ايه الماضي ده ايه ده خبر جيد الخبر الجيد بنقول ايه بنقول او اي حاجة بنسمع فيها اي اخبار اه جيدة ممكن نقول ايه هاو اكسايتن يا له من امر ايه مسير هاو اكسايتن تمام وهنا حتى عامل اكسيكليميشن طبع عارفة انا انا عايز اكتب حاجة يعني مندهش الخبر سيء او لخبر جيد هنا رامي بيقول ايه عندما وصلنا ده كان الجو بيمطر طب هنا خبر جيد ولا سيء لا طبعا خبر سيء ممكن نقول يا الهي او دير او دير يا الهي رامي هنا بيقول احنا ما كنش عايزين نسبح في البحر لان اصلا الجو ايه الجو هنا ممطر هنا رحمة قالت له ايه ابيتي ابيتي يعني ايه مؤسف طبعا عايز اتقول انه لأمر مؤسف يبقى وات ابيتي وات ايه بيتي انه لأمر ايه مؤسف تمام هنا رامي بيقول ايه ثم ثم المطر بقى توقف تمام كويس وزهبنا كده للرحلة بالايه بالقارب يبقى ده خبر ايه خبر جيد ممكن نكتب هنا ايه انه خبر ايه او مثلا ايه انه لأمر المشوق تمام هذا رائع تمام رامي هنا بيقول ايه 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 انا اشتريت ايه لك تمام طبعا انا اشتريت ايه لك طبعا ممكن اقول ايه طبعا جاي من مكان بعيد ممكن يكون انه هو اشترى ايه هدية存كرية يبقى ا ا ايه اشترى ايه هذا ايه يبقى ايه ي باور اي انا اشتريت ثم أنصر أجل على الأسئلة يصطر دي بالأمس باسم باسم و أخوه كريم قرروا لتذهب إلى هوليدي إنهم يذهب إلى أجازة هم سافروا إلى الأكسر بالطيارة في الساعة العشر والمصف ويقوله هنا هم راحوا للمطار يعني ساعة متأخرة عن كده تمام؟ يعني هم أصلا يقوله هنا عشان بس نحسب الوقت يقوله هنا هم راحوا للأكسر بالطيارة الساعة العشر والنصف هم ذهبوا للمطار تمام؟ يعني ذهب هناك للمطار ساعة متأخر عن المعدة تمام؟ الطائرة وبيقوله هنا معناها بيقوله إيه؟ يعني يعتبر بعد ساعة الطائرة بدأت يعني تطير بعد ساعة يعني هنا هم راحوا للمطار الساعة عشر ونصف الطائرة بدأت تطير الساعة بعدها بساعة بأحداشر ونصف بعد كده صفحة متين اتنين ومتلاتين بيتج بيجان يعني بدأت يعني بعد ساعة من هم راحوا المطار بدأت الطائرة الطير كريم ريد الأهرام كريم كان بيكرأ إيه؟ جريدة الأهرام الأهرام يعني جريدة جريدة إيه؟ الأهرام بعد كده نام بعد كده بقى الطائرة هبطت وبعد كده بسم نزل منها تمام يبقى كده هنا الطائرة بدأت تطير من ساعة من وصولهم للمطار هنا كريم ريد الأهرام كريم يقرأ الجريدة بتاعة الأهرام هنا بدأت هنا تسقط طبعا هنا بتعود على مين يبقى هنا ايت بتعود على مين طبعا ايت اللي سقطت مين الجريدة لما هو نام يبقى نيوزبيبر يبقى ايت هنا بتعود على نيوزبيبر بعد كده بسم التقطها بدأ يقرأ الجريدة بدأ يبص كده من الشباك ويرى أشياء جميلة الأرض كانت خضراء لما وصلوا إلى الأكسر هما أخذوا تاكسي لفندق بتاعهم يعني الفنون المصرية الفرعونية الفرعونية أو القديمة تمام هما كانوا اللي هي الألوان الرائعة الزاهية في المساء هي كانت أجازة جميلة يعني راحوا ويرجعوا بالطائرة جاب لي هنا الأسئلة بيقول لي يقول لي هنا ايه الأماكن ديت باسم كريم زاروها في طبعا هما زاروا هنا طبعا محدد لي هما زاروا معبد هنقول هنا طبعا جاب هالي هنا في أول فكرة ليه الجزئية دي تمام ثواني لهي ايه هما زاروا هما زاروا معبد ومعبد ومعبد رقم اتنين هما أقاموا فين في لوكسور طبعا في فندق يبقى اين هما أقاموا هناك في الفندق رقم تلاتة عند هنا هما وصل المطار ساعة عشرة ونص الطيارة طارت بعدها بساعة يبقى كمان الوقت ده الطيارة طارت او بدأت بجاني يعني بدأت تطير الساعة الحادية عشرة ونص يبقات في هاف باست هاف باست الفن يعني الساعة الحادية عشرة ونص بعدها بساعة بعد مروحهم من المطار بايه بساعة بيقول لي هنا بقى اخترت على الفقرة تشوز ذا كولكت عنصر رقم أربع نوأة تريد ذا نيو سبيبر من اللي كان بيقرى الجريدة فقط باسم تمام كمان هنا بيقول لي هنا ايه ولا كريم فقط كريم ولا بوث باسم كلا هما باسم كريم ولا نوان مفيش حد طبعا هو هنا في الفقرة بيقول لي كريم كان بيقراها او كريم قرى الجريدة وبعد كده نام وبعد كده وقعت منه اللي هي الجريدة فلدون وبعد كده باسم خدها والتقطها وقراها وهو بينظر من الشباك للمناظر اللي هي كانت موجودة تمام يبقى من اللي قراها اللي اتنين من ومين بوث باسم وكريم كلا هما باسم وكريم يبقى الاجابة هنا الحرف باسم وكريم لاتنين قروا الجريدة رقم خمس باسم كريم لاتنين رجل القاهرة بالتاكسي بالتاكسي طبعا هو قال لي هما راحوا بالطائرة وايضا عادوا بالطائرة هما عادوا الى القاهرة بالطائرة ايضا يبقى باليون الصعور رقم ستة الضمير الذي تحته خط اللي هو يشير الى يشير الى ايه احنا بنقول emb explosive سقطت من ايده الجريدة اللي هو كريم هو ب télé الجريدة الجريدة سقطت من ايده وباسم ملتقدها يبقى اللي سقطت بلام الطائرة ولا الجريدة ولا الاجازة ولا اللي هو المطر الجريدة هي اللي سقطت من ايد كريم ملتقدها باسم واراها بعد كدا هنا الجزء الخاص بالايه? بالاختيرات. بيقول لها اختار ذاك وليك تانسر. الاجابة الصحيحة. يقول لها نمبر ون. نؤد زار مصر كل عام عشان يستمتع بالطاكس الايه? بالطاكس الممتع. مين اللي بيزور مصر كل سنة عشان يستمتع بالطاكس بتاعنا? الفلاحين السوائين السائحين الممرضين او الممرضات. طبعا السائحين هما اللي بيزوروا مصر كل العام يتمتع بالطاكس الدافئ في مصر. رقم اتنين. طبعا لست ويك من الكلمات الدل على الماضي. حتى هنا جايب لهنا وانت زهبا في الماضي. يبقى احنا زهبنا الى ايه? يعني في رحلة بالقارب. يبقى يعني على او في رحلة كده بالقارب. يبقى اين? ولا طبعا. اللي هي رحلة بالقارب بتاخد معها اون. رقم تلاتة. ذا ساين. سيز. اللافتة. تقول. نقط اون ذا بن. ضع ايه? في السلة. ضع الكمامة بتاعتك في السلة. لتر اللي هي الكمامة بالاي. لتر ده الخطاب او الحرف كرس سيارة. تري الشهرة. هنضع ايه? هنضع لتر اللي هي الاولى دية القمامة. معناها القمامة. ضع الكمامة بتاعتك. في السلة بتاعت الايه? الكمامة. رقم اربعة. لما احنا زهبنا الى لندن ايه. ده هنا مكان مالهة كده مشهور في لندن. عايز اقول هنا احنا ركبنا على الايه? الملاهي. يعني بيركب الملاهي. سوم يسبح. اسكب يتخطى. يبقى. يبقى احنا ركبنا الايه? ركبنا الملاهي. رقم خمسة. عايزين نقول احمد اشترى غالي السمن. يعني غالي السمن. يستر دي بالامس. يستر دي من الكلمات هدلع على الماضي. يبقى احمد بعدها التصريف التاني. بايز ده المصدر. بايز ده هنا في المضارع البسيط مع المفرد. بوت هنا اشترى التصريف التاني بايينج الفعل والاي ان جي يبقى بوت احمد بوت اشترى آآ التلفون غالي او محمول غالي بالامس. رقم ستة. يقول لي هنا ويه نقط. الاسبوع الايه? الماضي. عايز يقول احنا مزرناش المعبد الاسبوع الماضي. عندي هنا هنا مصدر. يبقى عندي ويرنت. ماينفعش معها مصدر وهاف انت عايز اختصريف تالت. يبقى يا دونت يا ديدنت. انا بتكلم في الاسبوع الماضي. باها اختار ايه? هاختار ديدنت. بعد كده بيقول لي هنا ايه? رقم سبع. صفحة ميتين تلاتة وتلاتين بيتشو توهندرد ثرتي ثري. رقم سبع ايه? بيسأل وبي بيرد عليه. ايه بيقول ايه? بيقول لديو واتش تيفي. هل انت شاهدت التلفزيون? قال له يس اي. طبعا باخد التكملة بتاعته من السؤال. هو سأل بديد. بحطها زي ما هي لو الاجابة بيس. لو كانت نو بتبقى ديدنت. طبعا عندي هنا ايه? ديد. دو طبعا اصلا هو مسألش بدو وديدنت الكلام ده لهو جايب لي نو. وضونت. تمام? الكلام ده لهو بيسأل بدو وقال لي نو. يبقى هنا ايه ايه انا شاهدت التلفزيون. رقم تماني. العام الماضي. احنا ذهبنا الى اصوان. انبوت واشترينا. تمام? بعض ايه? عشان نتذكر الاماكن اللي احنا زرناها. جوائز. برضو جوائز. هدايا سفنيرز. دي الهدايا التذكارية. بنشتريها عشان نفتكر المكان اللي احنا زرناه في الرحلة بتاعتنا. رقم تسع اي وين تو ذا شوبس. انا ذهبت للمحلات. بات ذي وير. بات هنا في التناقض. انا ذهبت للمحلات بات ذي وير. لكن هي كانت ايه? كلوز دو مغلقة. كلوز يغلق. نير قريبة. اوبن مفتوحة. طبعا دي كلها ما يفعش. هنا كلوز فا ونير هنا قريب. ازاي قريب? وفي تناقض ازاي? اوبن مفتوح برضو. ما فيش تناقض يبقى كانت ايه? مغلقة. رقم عشر. اي لارنت. انا تعلمت انجليش. ات اي نو ات سكول. بتعلم انجليزي في مدرسة ايه? ميزق موسيقى. سبورتس رياضات. لانجويجي لغات كارز وصيارات طبعا في مدرسة اللغات. انا تعلمت اللغة الايه? الانجليزية. جاب لي هنا بيقول لي هنقرأ. ونصحح الخطأ. ريد اقرأ انت كوركت وصحح. الكلمات اللي تحتها. نمبر وان. لست سمر. الصيف الماضي. اي ترافل تو ايجات. انا اسافر الى مصر. لانا كنت عايزة تعلم لغة العربية. لست سمر. وبرده جاب لي هنا اردت. الجملة كلها ماضي. ينفعش اي معها ترافل. يبقى عايزة هنا نكتبها في التصريف. التاني هتبقى ايه? هتبقى ترافلد. تمام? بعد كده رقم اتنين. انا قضيت عايزة اقول انا قضيت وقت رائع. اين? في الاسكندريق برضو في الماضي. الماضي من هف ايه? هتبقى هادئ. رقم ثلاثة. انا كنت في لندن. يعني هنا لمدة ايه? اسبوعين. اي. بتاخد مع ايه? طبعا بتاخد معها واز مش وير. وير مع الجامع? اي واز انا كنت في لندن. لمدة يعني لمدة اسبوعين. رقم اربعة. هل انت سبحت في البحر غدا? ازاي السؤال في الماضي? وازاي كاتب لي كلمات تدل على المستقبل? طبعا نجيب اي كلمة بتدل على الماضي ممكن ايه? ممكن ايه? ممكن يسطر دي? هل انت سبحت او عمضة في البحر يسطر دي? بعد جدا الجزء الخاص برايتنج الكتابة يقولي رايت ابارغراف. اكتب فاكرة. اف او باوت ايتي واردس من تمانين كلمة قون عن ايه? ادي اون ذا بيتش. يوم على الشاطر. طبعا هم الجوفر هاي في الكتاب وان شاء الله. هناخد مع بعض مراجعة كاملة على ونكتب مع بعض اهم البراجرافات المتوكعة نية جنة في الامتحان الترمي الاول للعام الدراسي بتاعنا. باذن الله نكتب اهم البراجرافات ونكتبها بجملها بسيطة جدا. باذن الله وعدكم فيديو خاص عن اهم البراجرافات المتوكعة نية جنة في الامتحان. كده حبيب اشكركم على حسن استماعكم واتمنى متابعتكم في نهاية الفيديو بتاعي. يا رب الفيديو عجبكم. تمنى لكم التفوق الدايم باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.